اشتركوا في القناة والإفتاء أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن غدا الاثمائين الموافق للسادس من شهر يونيو لحمي الفين وستة عشر هو أول أيام شهر رمضان المبارك المجلس هنأ عموم الشعب الليبي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك داعيا الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وأن يحيده على الأمة الإسلامية بالاستقرار والاطمئنان والأمن والأمان وعلى الأمة بالعزة والنصر والتمكين يذكر أن حدد من دول العربية والإسلامية منها السعودية وتركيا وأندونيسيا وماليسيا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قد أعلنوا أن غدا الاثمائين هو أول أيام الشهر الفضيل برصد الأهلة بالمراصد والمناظير الفلكية التابع لدار الإفتاء وحيث إنه ثبتت رؤية الهلال لهذه الليلة في بعض البلاد الإسلامية فقد قرر المجلس أن يوم غد الاثنين الموافق السادس من الشهر السادس لعام ستة عشر وألفين هو أول يوم من شهر رمضان المبارك للعام الهجري السابع والثلاثين وأربعمائة وألف وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وبهذه المناسبة يهنئ المجلس الشعب الليبي الكريم والأمة الإسلامية قاطبة بقدوم هذا الشهر المبارك داعين الله تبارك وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام وأن يهله علينا بالاستقرار والاطمئنان هذا وهن المؤتمر الوطني العام الأحد عموما شعب الليبي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وقدم المؤتمر تهنيئتا إلى مفتي الديار الليبي وفضيلات الشيخ الصادق الغرياني وكل العلماء الأجلاء في دار الإفتاء داعين الله أن يوافقهم لصلاح الأمة وهن المؤتمر كل ثوار المجهدين بأموالهم وأنفسهم ضد ما يعرفوا بتنظيم الدولة وضد البغاة الظالمين في شرق البلاد وغربها وجنوبها وكما هن المؤتمر حكومة الإنقاذ الوطني بحلول شهر الكريم متمنيين لها التوفيق والسدى أكد مصدر أعلامي من مدينة مصرات الأحد أن قوات الثوار اشتبكت مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في محيط كتبة السعدي بعد التحام الثوار القادمين من الجفرة بكامل القوات من باقي المحاور المصدر أفاد أن العناصر التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة اضطرت الانسحاب إلى داخل سرق مضيفا أن قوات سلاح الجو قصفت تمركزات التنظيم بمجمع قاعات وغدوغو وسط المدينة يذكر أن قوات الثوار قد أحكمت سيطرتها بالكامل على قاعدة القردبية بوابة الأربعين وطريق الروغة جنوبية مدينة سرد قال مصدر أعلامي من مدينة درن الأحد أن طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر شنت غارات جوية على محيط الملعب البلدي وحي الفتاة يحوى منطقة سيد عزيز غربية وشرقية المدينة المصدر قال أن عائلة تضرر جراء القصف الجوي مما أدى إلى إصابة طفل ووالده بإصابات خطيرة مضيفا أن الغارة الثانية أسفرت عن تدمير مدرجات الملعب البلدي بالمدخل الغربي للمدينة أذو أفاد مصدر طبي من مدينة درن أن مستشفى الوحدة ومجمع الهريش الطبية قد أعلن حالة الطوارئ مضيفا أن المجمع قد أعلن عن حاجته القصوى لبعض فصائل الدم أذو كانت مصدر من مجلس شورى درن قد أكدت استبت عن مقتل ثلاثة من قوات مجرم الحرب حفتر في اشتباكات مع المجلس الجنوبي المدينة وأخيرا حيث قال مصدر عالمي من مجلس شورى ثوار بنغازي الأحد أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات المجلس وقوات مجرم الحرب حفتر بمحور قريونس المصدر أكد مقتل ثلاثة من قوات مجرم الحرب حفتر وجرح آخرين في الاشتباكات مضيفا أنه تم أعطاب دبابة تابعة لقوات الأخير وفرار تاقمها إثر انفجار لغم أرضي فيها بمحور قريونس وأفادثت المصدر بتجدد الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الثوار وقوات مجرم الحرب حفتر بمحور البلاد وسقل حوت مضيفا أن قوات المجلس استهدفت مدرحة تابعة لحفتر بمحور سقل حوت مما أدى إلى إعطابها بالكامل ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة